بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام بن القيم الجوزية رحمه الله الدس الثامن والثلاثون الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله لا يزال المؤلف رحمه الله تكلم على لا إله إلا الله وما تقتضيه من إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه لأنها مركبة من شيئين من النفي والإثبات فلا إله هذا نفي إلا الله هذا إثبات والنفي ينفي جميع ما يعبد من دون الله ويبطل عبادته فكل ما عبد من دون الله فإن عبادته باطلة لأنه لا يستحق العبادة لأنه مخلوق أما الله جل وعلا فإنه هو الذي يستحق العبادة لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميد المدبر له كل شيء كل شيء بأمره كل شيء بيده فهو الذي يستحق العبادة وأما ما سواه فإنه مخلوق ولا يستطيع أن يخلق شيئا أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فما داموا لا يقدرون على خلق شيء حتى أتفه الأشياء فإنه لا يستحقون شيئا من العبادة ولكن المشركين يقولون نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون وإنما نريد منهم الوساطة بيننا وبين الله والشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا هذه حجته الله جل وعلا ليس بحاجة إلى الوسطة والشفعاء بل إنه أمرنا بدعائه مباشرة وقال ربكم ادعوني استجب لكم وأمرنا بعبادته فليس الله بحاجة إلى أن تتخذ بينك وبينه واسطة لأن الله يعلم كل شيء إنما تتخذ الواسطة عند الذي لا يعلم الأشياء حتى يبلغ سيبلغ عنها مثل الملوك والرؤسة لا يعلمون أحوال الرعية وأحوال العباد فيحتاجون إلى من يبلغهم أو لا يريدون حتى ولو ولو علموا لا يريدون أن ينفعوا ولا إلا بعد تعب وبعد طلب أما الله جل وعلا فإنه عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء ويتنبئون الله بما في السماوات وما في الأرض الله جل وعلا يعلم حوائج العباد ويعلم فقهم وأيضا هو يريد لعباده الخير ويريد لهم النفع خلاف الملوك والرؤسة فإنهم يعجزون ويتباطعون عن قضاء حوائج الناس إلا بدافع أما الله جل وعلا فإنه يريد لعباده الخير ويريد لهم النفع ويريد لهم الرزق فما عليهم إلا أن يتوجهوا إليه وأن يدعوه ويطلب منه سبحانه وتعالى فهو قريب مجيب ليس بحاجة إلى الوسطى والشفعى عنده فهذا من قياس الخالق على المخلوق هذا تلقيص لله عز وجل قاسوا الله جل وعلا على ملوك الدنيا والسلاطين وهذا تلقيص لله جل وعلا فلا إله إلا الله تبطل كل هذه الأمور وتثبت العلوهية وهي العبادة لله عز وجل بجميع الواعيه المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والصلاة والصيام العبادة على قسمين عبادة قولية على ثلاثة أقسام عبادة قولية باللسان مثل الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وعبادة قلبية وهي الخوف والخشية والرغبة توكل والإنابة هذه عبادة قلبية في القلب وعبادة على الجوارح والأعضاء كالصلاة والصيام والجهاد والصدقات هذه عبادة عملية يؤديها الإنسان ببدنه وأعضائه فيتحرك فيها فجميع أنواع العبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا وهي حق على عباده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركو به شيئا هي حق لله لا يجوز أن تعطى لغيره ممن لا يملك نفعا ولا ظرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ظرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا إذا كانوا لا يملكون لأنفسهم كيف يملكون لغيرهم فهذا من ضياع العقول والأفكار تلاعب الشيطان لبني آدم هو الذي يدعوهم إلى الشرك ويدعوهم إلى البدع هو الشيطان يريد أن يخرجهم عن طاعة الله عز وجل كذلك شياطين الإنس الذين يدعون إلى البدع وإلى الشركيات وإلى الخرافات الشياطين على قسمهم شياطين الإنس من بني آدم شياطين الجن من ذرية إبليس وكلهم يتفقون على إغلال الناس وإغوائهم وصرفهم عن طاعة الله فيجب على العباد أن يحذروا من هؤلاء وأن يتجهوا إلى داع الله سبحانه وتعالى فالله يدعو عباده إلى دار السلام إلى الجنة يدعوهم ليغفر لهم والشياطين من الجن والإنس يدعوهم إلى عذاب الله وإلى السعيف إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيف هل قصده أن يدخل بني آدم النار هذا قصده ومن العجب أن بني آدم أو كثير من بني آدم يطيعون عدوهم ويتركون طاعة ربهم يتركون طاعة ربهم الذي يريد لهم الخير ويريد لهم الجنة ويريد لهم المغفرة ويريد لهم الرزق ويطيعون عدوهم الذي يريد لهم الضرر ويريد لهم العذاب ويريد لهم النار ويريد لهم الفساد يطيعونه ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم لكن تعمل عقول تنتكس تزيغ وتضل فتتجه إلى هذا الاتجاه السيء الخبيث الضار وهي لا تشعر تظن أنه خير يزين لها زين لهم سوء أعماله زين لهم لبس عليه الناس يحتاجون إلى بيان ويحتاجون إلى دعوة ويحتاجون إلى تعليم يحتاجون إلى الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر وإلا فإن الشيطان يستولي عليه شياطين الإنس والجن إذا تركوا استولى عليهم عدوه من شياطين الإنس والجن فلابد من الجهاد الجهاد باللسان والجهاد بالقلم والجهاد بالسيف لابد من أنواع الجهاد كلها نعم فلا يحب سوى ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحرف إلا باسمه ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يتحسب إلا به ولا يستعان في الشدائد إلا به ولا يلتجأ إلا إليه ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه ويجتمع ذلك كله في حرف واحد وهو أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلاه وقال ربك أن لا تعبد إلا إياه أي أمر سبحانه قال الله يعني أمر أن لا تعبد إلا إياه كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا هو الأمر الذي أمر به العباد الشيطان له أمر والله جل وعلا له أمر الله أمر بعبادته ونهى عن الإشراك به الشيطان بالعكس يأمر بالشرك ويناع عن التوحيد وليس المراد بالشيطان شيطان الجن فقط لكن شياطين الإنس أشك ولذلك قدمهم الله بالذكر على شياطين الجن لأن شياطين الإنس يخالطوننا ونراهم ويتظاهرون لنا بالأخوة والمحبة ونراهم من جنسنا ويجلسون معناهم تحدثون معنا أما شياطين الإنس ما نراهم لكن يزينون في القلب ويشبهون على الناسهم لا يرون لأنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم ويجتمع ذلك كله في حرف واحد وهو أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله هذا هو تحقيق شهادة لا إله ليست كلمة ليست لا إله إلا الله كلمة تقال باللسان لو كان الأمر كذلك لما شق على الناس أمرها لكن لما كانت كلمة ثقيلة تحتاج لي خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل تحتاج إلى التزام تحتاج إلى التقيد بها تحتاج إلى أن تصرف جميع العبادات لله تحتاج إلى أن يترك الشرك كله هذا صعب إلا على من ورفقه الله وإن كانت خفيفة على اللسان لكنها تتطلب من الإنسان تتطلب أمورا عظيما فإذا قال لا إله إلا الله فإنه يجب عليها أن يلفز بمعناها وأن يعمل بمقتضاها حتى يكون حقق هذه الكلمة أما أنه يقولها بلسانه فقط هذا لا يجدي شيئا ولو رددها وحرر فالذين يقولون لا إله إلا الله ويكثرون لهم أوراد صباحية ومسائية ولكنهم يدعون غير الله يدعون الموتى والقبور والأضرحة ويستغيثون بهم هؤلاء ناقضوا لا إله إلا الله أبطلوها وجمعوا بين المتناقضين من حيث لا يشعرون يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا كلان أغذني هذا تناقض إنه يتلفظ بلا إله إلا الله ثم يدعو غير الله إذن ما معنى لا إله إلا الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله فهموا معناها وأبوا أن يقولوها لأنهم يعلمون أن كلمة تحتاج إلى التزام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا المشركون فسروا لا إله إلا الله تفسيرا واضحا أن معنى أن يجعل الآلهة إلها واحدا لا يعبد غيره سبحانه وتعالى وهم لا يريدون ذلك يريدون أن يعبدوا اللات والعزة ومنات والأصنام فأبوا يقولوا لا إله إلا الله لأنها تقتضي منهم أن يتركوا عبادة الأصنام وهم لا يريدون أن يتركوها فجعل الآلهة إلها واحدا إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكدرون ويقولون أئنا لتارف آلهتنا لشاعر مجنون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صفونه أنه شاعر وأنه مجنون وهم لا يريدون أنهم يتركون عبادة الأصنام أما لو كان المراد أنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنة ينالسان ويبقون على عبادة الأصنام لكنهم عرب فصحة يعرفون المعنى يعرفون أن هذه الكلمة ما هي بعبث ولا لعب وإنما هي كلمة لها معنى وأن من قالها يجب عليها أن لا يعبد إلا الله وأن يترك عبادة ما سواء لذلك أبوا يقولون وأصروا حتى قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل حتى يكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إذا أبا الكافر وأبا المشرف أن يجيب الدعوة وأبا أن يعبد الله إنه يقاتل لأجل أن لا ينتشر الشرك في العرض لأن أهل الشر نشيطون في نشر الشرك ونشر الشر ويفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله نشيطون في كل زمان أهل الشر دائما عندهم نشاط لأن الشيطان يدفعهم أما أهل التوحيد عندهم كسل إلا ما شاء الله لأن الشيطان يخذلهم ولأن العمل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى قوة والنفوس تريد الكسل وتريد الكمون وتريد الراحة فأهل الشرك نشيطون في شركهم وشرهم أما أهل التوحيد فالغالب عليهم الضعف والكسل وطلب الراحة إلا من شاء الله من عباده المخلصين الذين جاهدوا في الله حق جهاده وصبروا وبذلوا دماءهم وأموالهم بسبيل الله عز وجل وآخر الآخر على الدنيا نعم ولهذا حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله ما هو بس يقولها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله بهذا القير وذلك في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه عتبان بن مالك الأنصاري جع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصنع له طعاما وجاء معه بعض أصحابه فلما جلسوا قال صلى الله عليه وسلم أين مالك بن الدخشم ما حضر فقال رجل من الحاضرين إنه منافق إنه منافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا أليس قد قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بهذا القير يبتغي بذلك وجه الله وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يبد من دون الله حرم ماله ودمه كفر بما يبتغي من دونه أما أنه يقول لا إله إلا الله فقط ولا يكفر بما يبتغي من دون الله وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم ما يبتغون بذلك وجه الله وإنما يريدون أن يعيشوا مع الناس ويسلموا من القتل فهم أسلموا ظاهرا ولكنهم كفار في الباطن لا يريدون وجه الله عز وجل أليس المقصود هو تلفظ لا إله إلا الله فقط المقصود التلفظ والعمل بها وهي كلمة عظيمة تجمع كل الدين كل الدين يجتمع بهذه الكلمة لا إله إلا الله نعم ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون شهاداتهم قائمون يعني يعملون بها يشهد أن لا إله إلا الله فإنه يعمل بها وفي الآية الأخرى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون معناها ويعملون بها في هذا القيد أما أنه يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناه هذا لا تفيده شيء لازم يتعلم مش معنى لا إله إلا الله نعم فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه في قلبه وقالبه ملتزم يعني قائم يعني ملتزم بها في جميع عماله نعم فإن من الناس من تكون شهادته ميتة نعم ميتة لأنها مجرد لفظة يقول وهو لا يعلم معناها أو يعلم معناها لكن لا يعمل به ويدعو غير الله يذبح لغير الله ينظر لغير الله هذا يقول وهو كلمة ميتة ليس لها روح ليس لها معنى فلا تفيد هذه الكلمة وإلا كثير من من القبوريين ويقولون لا إله إلا الله في وقتنا الحاضر لأنهم إما لا يعلمون معناها وإما أنهم يعلمون معناها ولكن لا يعملون به أما المشركون الأولون فعلموا معناها وأبوا أن يقولوها شون من التناقض ولهذا يقول الشيخ محمد من عبد الوهاب رحمه الله لا خير في رجل كفار قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله نعم ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت نعم صلى الله إليك فإن من الناس من تكون شهادته ميتة نعم ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت منهم من تكون ميتة ما فيها ذلك ولا يطيع أنه يتحول عما هو عليه مثل ما عليه عباد القبور ما يطيعون يتحولون عماهم عليه ويقولون هذا هو الإسلام وهذا هو الدين وأنتم خوارج يقولون لا إله إلا الله يدعوني للتوحيد يسمونهم خوارج ولا يطيعون يتحولون عماهم عليه وأهم شيء عندهم بناء الأضريحة وكل ما مات ميت بادروا بالبناء عليه إذا كان من أهل العلم أو من السلاطين أو يبنون عليه على طب واللي ما يبن عليه هذا ما له قيمة هذا يقولون من حق علينا أننا نبني عليه وأننا من حق هذا الميت علينا أننا نبني عليه مسجد نبني عليه بني وجاء الدين في هذا العمل ولا يطيعون يتحولون عماهم عليه ويقولون هذا هو الدين وأنتم كفار وخوارج فدعونا إلى أن ندرك الأولياء والصالحين هكذا يقولون فهم متمسكون بما هم عليه بل إنهم يجاهدون دونه ويبدلون دماؤهم وأموالهم مثل إخوانهم من المشركين فالأمر خطيف جدا وبلانا أكثره من الذين ينتسبون إلى الإسلام ولا يحققونه هؤلاء يخطر علينا من الكفار الكفار معروف أنهم كفار وأنهم مشركون لكن هؤلاء يدعون الإسلام ويخدعون الناس وأن هذا هو الدين ويدعون إليه هذا لا أخطر من الكفار ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت النوع الثاني مهم ميته لكنها نائمة ما حركها ولا تنبه لها هذا أقرب إلى الحق إذا نبه يتنبه فرق بين النايم والميت الميت ما فيه رجع الميت ميت لكن النايم يمكن يستيقظ يمكن لذلك الذي إذا دعي إلى الحق قبله هذا نائم نبهته تنبه نعم ومنهم من تكون مضطجعة نعم يعني ما هو نائم لكن مضطجع يعني متكاسل عنده كسل نعم ومنهم من تكون إلى القيام أقرب أنشط يعني قريب إلى الحق فالناس مهم واحد المخطئون والمخالئون ليسوا على أحد يسروا منهم أحد ما فيه رجع منهم أحد نائم ذائق أو تستيقظ منهم أحد مضطجع إذا نشطت وقام على طول وعمل فهؤلاء فيهم رجع وهؤلاء هم الذين يدعون ويطمع فيهم نعم أما أولئك الذين ماتوا هؤلاء يحتاجون إلى جهات بالسيف يحتاجون إلى جهات بالسيف نعم وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن نعم لا إله إلا الله في القلب بمنزلة الروح في البدن كما أن البدن لا يمشي إلا بالروح كذلك القلب لا يمشي إلا بلا إله إلا الله نعم فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب وروح إلى الحياة أقرب نعم وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن نعم وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا فحياة الروح بحياة هذه الكلمة نعم وفي الحديث من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يعني إذا مات عن الشهادة دخل الجنة إذا قالها بإيمان إذا قالها بإيمان ويقين ومات عليها دخل الجنة أما من يقولها بمجرد لفظ فقط وهو مقيم عن الشرك إنها لا تنفع لا إله إلا الله نعم فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها نعم كما أن حياة البدن بوجود الروح فيها نعم وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها نعم فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى خاف مقام ربه خوف خاف من الله خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى منع نفسه من أن تتبع هواها وتأخذ الكفر والكرك والمعاصي والشهوات منعها من ذلك هذا مو بسهل هذا مو بسهل أنك تمنع نفسك من هذه الأمور يحتاج إلى صبر يحتاج إلى إيمان يحتاج إلى علم نعم فمن تحقق فيه هذا فإن الجنة هي المأوى هي مأوى في الآخرة نعم فالجنة مأواه يوم اللقاء وجنة المعيفة والمحبة وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى طغى في الدنيا وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فإن في الآخرة الجحيم هي المأوى مأواه في يوم القيامة وبئسة المأوى نعم فالجنة مأواه يوم اللقاء وجنة المعيفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به وغضى به وعنه مأواه وحبه في هذه الدار نعم هو في جنة في الدنيا والآخرة جنة في الدنيا لأنه مطمئ مرتاح ومتجه لله عز وجل يتلذذ بالعبادة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنسى فلنحيينه حياة طيبة هو يعيش في هذه الدنيا في حياة طيبة ولهذا يقول الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة الدنيا هي ذكر الله وعبادته والأنس بالله عز وجل هذه الجنة في الدنيا بعدها جنة الآخرة فالذي لا يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة نعم الذي ما ذاك محبة الله طاعة وعبادته في هذه الدنيا لا يدخل الجنة للآخرة نعم فمن كانت هذه الجنة مأواه هاهنا كانت جنة الخلد مأواه يوم الميعاد ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا من حرم الجنة في الدنيا وهي جنة العبادة والذكر والاتصال بالله عز وجل والأنس في ذكره إنه يحرم من جنة الآخرة والأبغار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا الأبرار في نعيم وإن اشتدت بهم الحاجة في الدنيا والفقر إلا أنهم في قلوبهم في نعيم وفي راحة والراحة هي راحة القلب ليست راحة البجل ربما يكون الإنسان في قصور وعلى فرش الديباج والحريب وعنده الذهب لكن قلبه قلق خايف وجل مضطرب لأن ليس فيه إيمان وليس فيه نور فهو ما ينتفع بهذه المظاهر والأموال والمعاكل والمشارب لأن قلبه قلق ما فيه إيمان أما المؤمن فهو في راحة وإن كان ما عنده شيء لأن العبرة براحة القلب ليست براحة البدن ولهذا يقول بعض العباد لو يعلم الملوك لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف فالعباد في راحة وفي جنة وفي نعمة في طمأنينة أما الملوك فهم فيه قلق وفيه خوف هذه المسألة بالمظاهر المسألة بالقلوب والفجار في جاحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا ما تفيدهم شيء بل تزيدهم شر قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلن نحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا نعم ولن نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة نعم وطيب الحياة جنة الدنيا نعم وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا نعم فمن يريد الله أن يهديه يشرح يشرح صدره للإسلام يوسع صدره يذهب عنه الهموم والخلق والوساوس ويطمع للإيمان والطرف الثاني ومن يريد أن يظله لأن الهداية لها أسباب والضلالة لها أسباب من يريد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا فتجد العصات وإن نالوا شهواتهم في هذه الدنيا إلا أنهم في قلق تجد وجوههم مظلمة تجدهم مستوحشين ينفرون من الناس وتجد عليهم الخلق والاضطراب عدم الراحة فهم في عذاب وإن كانوا يظهر أنهم في نعمة هم في عذاب في قلوبهم نعم فأي نعيم أطيب من شرح الصدر وأي عذاب أمر من ضيق الصدر فلذلك تجد العاصي والكاهر أشد شيء عليه أنك أنك تقول له يا فلان اتق الله كما قال تعالى وإذا قيل له اتق الله هخذته العزة وباليس أشد شيء عليه الدعوة إلى الله أشد عليه شيء الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أشد شيء عليه أنك تقول له قم إلى الصلاة هذا أشد ما عليه ويقص دورهم ما تحمل شيء نعم وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله ألا كلمة تنبيه واستفتاح أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الخوف من المستقبل والحزن على الماضي فهم لا يحزنون على الماضي ولا يخافون من المستقبل لأنهم في أمان وراحة ومعنين لكن من هم من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بهم كل من قيل هذا ولي لله يكون وبما يكون ولي للشيطان فأكثر من يقال إنهم أولياء الله الآن أولياء من الكفار والمشبكين والملاحدة والزنادقة ما هو بالمسألة أنه يقال ولي الله ولي الله هو من اتصف بهاتين الصباتين الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم بيّن جزاءهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا هو محل الشهد حياة الدنيا يستبشرون ويطمئنون ويرتاحون ويتلذذون بذكر الله وبعبادة الله فهم في جنة كما سبق وفي الآخرة في الجنة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم نعم فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة ولهذا يظهر طاعة والراحة على وجوههم وعلى تصرفاتهم وعلى سلوكهم فرق بين أهل الإيمان وأهل وأهل الكفر فرق بين أهل الطاعة وأهل المعصية تجد الفرق بينهم في السلوك في الأخلاق حتى في اللون والمنظر تجد المؤمن يستبشر وتجد على وجهه النور والراحة تجد العصات على وجوههم الظلمة والانقباب والوحشة من الناس نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرأتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر حلق الذكر مجالس العلم حلق الذكر هي مجالس العلم هذه رياض الجنة تذكرك بالله عز وجل وتبينك إذا كنت على خطأ ترجع إلى الصواب تستفيد منها ما تجهل هي رياض الجنة لأنها توصل إلى الجنة قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذه المجالس هي رياض الجنة لأنها توصل إلى الله عز وجل أما مجالس الله هو اللعب فإنها مجالس أهل النار أهل العذاب نعم ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم نعم الروضة النبوية في المسجد النبوي قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بي روضة من رياض الجنة لماذا؟ لأن الله أنزل فيها العلم والخير والعبادة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه ودعى إلى الله عز وجل هي روضة من رياض الجنة ومن هذا قوله وقد سأله عن وصاله في الصوم إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني فأخبر صلى الله عليه وسلم